موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة ثقافية متجددة من مساءاتنا الرمضانية والتي اعتدنا أن نسلط الضوء على أبرز القضايا الثقافية وأيضا الفنية والأدبية مشاهدين العزاء في هذه الحلقة سوف نتناول موضوع أدب الطفل أدب الطفل هذا الأدب الواسع المجال المتعدد الجوانب والمتغير الأبعاد طبقا لاعتبارات كثيرة مثل الأدب نفسه والسن الموجه إليها هذا الأدب وغير ذلك من الاعتبارات فأدب الطفل لا يعني مجرد قصة أو حكاية نثرية أو شعرية وإنما يشمد المعارفة الإنسانية كلها إن كل ما يكتب للأطفال سواء أكان قصصا أم مادة علمية أم تمثيليات أم معارفة علمية أم أسئلة أم سفسارات في كتب أو مجلات أو في برامج إذاعية أو تلفزيونية أو شرائط وغيرها كلها مواد تشكل أدب الطفل لكننا هنا نتحدث عن شيء أشبه ما يكون بالغائب جزلية التوصيف لن أسلط الضوء كثيرا من خلال مقدمة على هذا الشأن إلا مع إحدى رواد هذا المجال وإحدى المعنيين بهذا المجال من منا لا يعرف الماما نجيبة هذا المصطلح الذي عرفه أبناء جيلها والأجيال أيضا التي تعاقبت وهذه الكنية التي تحبها ماما نجيبة أكثر من أي صفة أو نعت آخر أستاذ نجيبة وكيل وزارة الثقافة الأسبق مرحبا بك وإحدى رواد الريادة كان لكم الريادة أيضا في الكتابة عن أدب الطفل أدب الطفل أنا لا أريد أن أستقرأه أستاذ في الوقت الحاضر أريد أن أستحضره معكم ومنذ جيلكم منذ أن سميت أو أطلق عليك اسم ماما نجيبة لنبدأ بماما نجيبة بعد أن نوصل إلى الحديث أولا بكل السرور وتقدير أقدم بأتهاني طيبة بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم وأيضا أنتهز هذه الفرصة لأقدم للشعب اليمني أتهاني بمناسبة استقبال إيد الوحدة الوطني 22 مايو من كل عام ماما نجيبة عرفت في عدن وفي كل بيت عدني من خلال برنامجها التلفزيوني اللي هو كان نادي الأطفال نادي الأطفال اشتغلت فيه في نادي في تلفزيون عدن وهو بدايات تقديم برامج الأطفال في تلفزيون بحيث أنه هذا البرامج لفت أنظار الناس لأنه كان هو البرامج الوحيد مع مبوعة برامج تقافية علمية برامج مرأة برامج سياسية برامج تاريخية فلفت نظر الأسرة اليمنية بحب وشغف لأنه كان يوجد على خارطة البرامج هو البرامج الوحيد كنت أنا وعدد من الزملاء الطيبين منهم الرحم الله الفنان القدير الفاضل شكيب أحمد جمّن والأستاذ القدير نبيها محسن وأيضا عدد من المخرجين كانت معنا أمينة زكريا ووديع محمد عبد الله ورواد الإخراج المتخصصين الدارسين كوائل الدارسين في برامج تلفزيون كانت البداية في هذا البرامج لماما نجيب أحداد وكانوا الأطفال ينادوني في الحلقات وفي التلفزيون وتأثر في زملائي في التلفزيون فحتى زملائي اللي كانوا في الاستيديو وتعاملهم معايا كانوا بنادوني ماما نجيب أحداد وكنت شعر باعتزاز كبير جدا وبفخر كبير جدا لأن الأم تعني لي معاني كبيرة جدا ورسالتها قسيمة جدا وأيضا تحمل في معانيها الصدق والوفاء والحب والتضحيات فكلمة ماما لها واقع خاص بالضبط هذا الصحيح هل كانت الأستاذ نجيب أحداد أنذاك متزوجة أو كانت ماما عندما نعتت بهذه الصفة ماما نجيب أيوة كنت متزوجة وعندي أولاد وعندي الأسرة وبالفعل يعني تزوجتي في سن مبكرة بالضبط في سن مبكرة جدا تقريبا على 14 سنة أنا كنت متزوجة في سن 15 سنة أنقبت أول أولادي ابني محمود ما شاء الله الآن راقل متزوج وعايش في السعودية منذ أكثر من حوالي 22 سنة الآن اسم ماما نجيب يعني حتى من الكبار يطلقونه عليك اليوم أم جرد مرحلة فقط ومثل ما عدت لا بالعكس أصبح الاسم ده هو قز من واقعي ومن حياتي ومن شخصيتي جميل حتى الحقيقة تم تقديري في شهادة الدكتورة الفخرية من مدينة موروتانيا من مؤسسة علامية عربية كبيرة ولكن شعرت أنه صعب جدا أن تخلى عن اسم ماما نجيب حداد رغم التقدير ورغم القهود ورغم احترامهم لما عطيت من عطاء لأن الحقيقة ما زلت حتى الآن وهذه اللحظة أقدم عطاءات مستمرة للأطفال وأشتغل متطوعة في مصر مع أكثر من 12 جمعية خاصة بالأطفال سواء كانوا أسوياء أو معاقين آخر برانجي كنت يوم الجمعة في فعالية وفي حفل الإفطار مع مجموعة أطفال لجمعية التحدي للمحاقين وكنت سعيدة جدا وحضر معي عدد من المهتمين ومن ضمنهم حفيد من أحفاد الفنانين الكبار المصريين حفيد الفنان محمد فوزي الذي تغنى بأغنية دهب الليل وطلع الفجر أمام الزمنهجية هذه السعادة التي تزرع في نفوس هؤلاء الأطفال الذين محتاجين لنا لمصداقية التعامل والابتسام الحقيقية في لحظات جميلة نقضي معهم أجمل شيء في هذه الأيام مباركة ودائما بإذن الله طلع الفجر والأصفر صوصو وأناشيدة كثيرة جدا كان يعرفها أيضا وهي خالدة حتى اللحظة دي ما زال لها روادها وما زال لها مستمعين ومحبيها كمان هذا الموروث وهذه الثقافة الشفهية عندما نتحدث عن انعدامها وبصفتكم كرائدة في مجال أدب الأطفال هناك من يقول بأن أدب الأطفال أصبح الآن الحديث عنه كحديث عن بحيرة مياه في صحراء يعني تكاد تكون منعدمة تماما هل إن عدمت هذه الثقافة فيما يتعلق بهذا الموروث الشفهي وأيضا في مجال أدب الأطفال ككل حقيقة أنا منذ حوالي ستين وأنا يعني باقي في مصر بحس أنه فيه اهتمام كبير جدا جدا في مصر بقد حقا يعني سواء كان من الانتحاد الأدباء والكتاب أو من وزارة التقافة المصرية أو من الجامعات آخر فعالية كنا نحن فيها في جامعة حلوان كان فيه هناك مؤتمر عالمي لأدباء وأدب الأطفال وطبعا رغم شقة الرحلة إلى حلوان بالنسبة لعدد من الكتاب والأدباء الكبار المسنين كنا مجموعة كبيرة ونخبة من من أسهموا في وضع بسماتهم على حاجة اسمها أدب الأطفال في الوطن العربي يعني مصر معطاه متجددة دائما وأني سعيدة بوجودي معهم أستفيد وأيضا أتواصل وأشعر بسعادة من خلال رسالتهم ومن خلال أيضا تواصلهم على العالم الخارجي واليمن حاضرة حاضرة في أشياء كثيرة قبل أيام قلائل كان واحد من أولادنا الفنان صدام موجود في تونس في محرض الكتاب في تونس وبقهد ذاتي وإمكانيات فردية بنحضر وبنشارك وبنأكد أن اليمن موجودة رغم كل الصعوبات في ورق عمل أو في محاضرة أو في ندوة أو في مداخلة أو في تصنيع عراء الزماء ومن ضمن هذه البرامج أنا كنت عديت برنامج رائع جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أقول رائعا أنه كان قهد متكامل من مبادرة اليمن السعيد وعدد من الشباب والشابات المتطوعين في العمل وعدينا باقة معطرة من حفل فني خاص بعيد الأم بواحد وعشرين مارس وطبيعي جدا كان البرامج يحتوي على معرض رسوم أطفال وفنون يدوية للأطفال وأيضا ورشية عمل مسرح دماء وكان البرامج تحت رعاية حكاية الجدة هذه الجدة والحدوت الشعبية التي افتقدناها أفقدت لنا الهوية العربية الإسلامية حقيقة ولهذا تجد أن أولادنا وأطفالنا أصبحوا سهل الاستياد في هذه البرامج التي هي الحقيقة لا نقول برامج عليها في هذه الظروف الصعبة القاتلة عندما يستغل الأطفال في التجنيد وعندما يستغل الأطفال في الإرهاب والحزام الناسف والمفجرات والشغلات دي لأن هذا الطفل لا يملك ولا انتماء للأوطان وبالمقابل فقد هويته وفقد انتماءه لهذه الأوطان وبالمقابل أصبح سهل جدا جدا استياده فهذه البرامج هي الحقيقة تعيد الذاكرة أننا محتاجين للتوسع والاهتمام بحكاية الجدة وأن القنوات الفضائية أيضا تبعد عن البرامج المستوردة التي قد لا تغني ولا تسمي المجوع عدد كبير منها ما يقارب عن 70-80% من البرامج المعلبة لم تموت للإنسان العربي ولا للطفل العربي بأي صلة وهناك مسلسلات وطالما ذكرت هذا الموضوع أستاذ نزيبة هناك عندما أتصفح أو شاشة التلفاز أو أراء أطفال يشاهدون هذه الأفلام المعلبة أو البرامج المعلبة كلها برامج كرتونية تدعو إلى الحرب عنيفة جدا كلها تدعو إلى العنف حتى البارح وجدت قاتل وهرب عنوان الحلقة وكلها حروبات يعني هو غزو أكثر من كونه تلطيف لأجواء الأطفال إلى أي مدى أيضا يؤثر ذلك سلبا على الأطفال الذين أصبحوا اليوم جل من في المواجهات العسكرية هم أطفال وجل وقودها هم أطفال كما أرشرت حقيقة هي مخطط استراتيجي كبير للكبار والصغار بشكل عام ليس فقط على الأطفال الأب ملهي بواقباته الأسرية التي لا لبداية ولا نهاية مشغول يعني فيه آباء بيشتغلوا ثلاث نوبات أو ثلاث ورديات في حمال كثيرة علشان يحصلوا على إمكانية توفير ومناخة أسرة طيبة الأم عليها واجبات سواء كان داخلت البيت لأنه هي البديل البديل عن الأب الذي غاب في قهد عمل غير مرضي وغير مقنع الطفل حصل لوقت فرق كبير جدا جدا يا بتشوفه في الآيباد وبيستعمل الغذاء الروحي له يا شاشة التلفزيون والقنوات الفضائية يا المحمول حق الأب أو الأم يا الوسائل التقنية الأخرى فتجد أنه وقت الفراغ طاغي عليه بحيث أنه يمل نحن ما نقدرش نخرج الأطفال خاصة لأنه في الشارع لأن هذه الظروف التي غير مقنعة وغير مستقرة باختطاف الأطفال باقتصاب الأطفال بيتحرش بالأطفال كلها وسائل صعبة جدا نستقبلها ونعيشها في دول إسلامية فتجد الطفل حبيس أربع قدران الأب مشغول على واجباته والتزامات أسرية ووضع اقتصادي صعب جدا الأم عليها التزامات بديل عن الأب في أشياء كثيرة فتجد الطفل هنا يشحن ويأخذ المواد الذي قد تضره أكثر ما تفيده وبالمقابل ليس هناك حسيب أو رقيب عليه أو على برانجو أو على اختيار المادة صحيح فتجد هذه الأشياء كلها يدفع تمنى الطفل ويدفع تمنى أيضا لمستقبل القادم الذي نتمنى أن يشرق بآمال وطموحات نحن نرتقي إن نحن نتمنىها لأولادنا الأجيال القادمة كيف تقرأينا واقع الطفل اليمني اليوم؟ من كل المستويات وهو حديث ربما مؤلم لأم فما بالك لأمهات يعني من أولئك الألواتي فقدنا أطفالهم سواء بقصفين أو أنا لا أريد أن أنبش وإنما قرأة عامة أسرة نزيلة حقيقة صعب جدا جدا الحديث عن واقع الطفل لأنه اللي دار قبل أربع أيام أو تلات أيام بقتل الأسرة في مدينة صنعاء في شارع الرقاص وراح عدد من الأطفال ضحاياها أطفال كانوا في ساعة دا في استقرار في بيوتهم ما يعرفوا الشيء أطفال في وسط مدينة فيها حيوية وحياة مزجد ومدرسة وبيوت ومنازل فجاء يأتي صاروخ وهم في أمن الله يقدد كله انتهى أي حديث سنتحدث عن الأطفال وعن قضايا الأطفال أي أمل بنعطي للأطفال أي مستقبل اللي بيشرق على الأطفال من دا اللي بيأمن فيه أو فيك أو في التلفزيون أو في القيادة أو في المسؤولين وهو يشوف أطفال قتة هامدة بدون مبرر بدون سبب الطفل اليمني يعاني من مهما كان مهما تكلمنا يعاني من أزمة حدة جدا وصعوبات ومعوقات كثيرة جدا سوى كان بعد من الاستقرار أو سوى كان بالوضع الاقتصادي بعض الأطفال اللي يحصلوا على القوت فتجد أطفال أنا في الحديدة يأكلوا الأشجار أشجار يابسة ودي حقيقة أمرها ما حصلت في التاريخ أطفال قيعانين أطفال مش قادرين يحصلوا على كباية ماء عشان يشربوا أي طفولة نتكلم عنه وليش وهذه السنوات كلها ليش لماذا من المسبب ومن المستفيد أي أطفال في المستقبل القادم سيكون لهم حياة أفضل هذا الطفل بيطلعه هو منتقم رافض لكل الواقع اللي دعاشه إذا هو محروم من مدرسة محروم من فرحة محروم من حديقة محروم من رغيفة الخبز محروم من شرفة ماء محروم من إمكانيات من حبة شوكولاتة من سعادة من لحظات أي طفل نتكلم عنه نحن لا خلينا الطفل ولا مرأة ولا كبير ولا صغير خلطنا الأوراق نحن مش عارفين إيش اللي بنعمله الآن دولة لها خمس سنين في حرب والصرغعات ليه؟ ومشان إيش؟ والمصيبة الكبرى إنه إخوة في دولة وحدة ما فيش عدو أنا لما بتكلم عن فلسطين وإسرائيل أنا بتكلم عن عدو غاصب داخل بلادي أداف عن نفسي لكن دي دولة وحدة وأسرة وحدة وعائلة وحدة ومجتمع واحد اسمه مجتمع اليمن حتى العقل ما يستوعبش الكلام ده حتى الواقع أي واقع نتكلم عنه بنكون كذبنا وأي إنسان ممكن يقدم حقائق مرفوض وإذا كان ما قدمش حقائق حقيقية لواقع معين والرفض معين لرؤية معينة لأحزاب معينة تتعامل بعد من الاهتمام المسؤولية برضو هذه الأشياء مرفوضة غير مسموعة لأنه نحن نسمع بس الخطب ونسمع أيضا القرارات اللي تمليها علينا الغرب ونحن وراء الغرب وكأنه لنا شخصية ونحن أصحاب رسالة إسلامية ونحن مسلمين ونحن لنا تاريخ أصيل وتاريخ اليمن معروف ومشهور جدا أصلا العرب هما من اليمن هذا التاريخ نحن نستيناه صحيح فأي كلام فأي حديث عن الطفل فنحن حنكذب في اليمن الطفل في اليمن معتبر يعني ملاش وجود ملاش وجود خالص يقتل يقوع يموت يمرض تسفك فيها جميع أنواع الأمراض الخبيثة يعني أكثر من كده أشعر باقي المستهدف هو المستهدف طبعا لأنه ضعيف وأمه مسكينة قنبه يعني ما فيش معها ريالات عشان تروح تقري وتروح بالسيارة تنقله أو تروح مش تشفى أو تدفع حق دكتور أو تدفع حق مواصلات ده كله يدفع تمن الطفل المجتمع في اليمن يا عالم لا ميتة هذه الظروف بتكون ولا ميتة نحنة وأن يدفع التمن وليش السؤال كل بيت يسأل يمني ليش نحن في الظروف هذه من المستفيد ولا ميتة الجميع متضرر أستاذ نجيب وأنا أسف لأني ربما نبشت جراحا والقلب كمنفضة الرماد أن ينبش ما فيه يحترق من يحاول ذلك الكل متضرر لكن هنا مشاهدين العزاء نحن نتحدث عن الطفل اليمني وربما اتجهنا بعيدا عن مسار الحلقة حتى ذرفت عين الأستاذ نجيب بأدم أنا أعتذر على ذلك أستاذ نجيب تواقع ما هو البديل ما الذي يمكن أن نقدمه للطفل من المسؤول عن الطفل في حال ما إذا الأب ليس بيده أو لديه أي حيلة المجتمع الغربي إنجاز ليلا التعبير كله عدو للطفولة في اليمن الوباء كما أشرتي يفتك بالأطفال الأمراض تفتك بالأطفال الصواريخ تفتك بالأطفال الحرب تفتك بالأطفال الأطراف المتنازعة كلها تستثمر الأطفال ما الذي يمكن أن نقدمه أو تقدمينه أنت كأم كنصيحة للمجتمع أستاذ نجيب أولا نحن دولة إسلامية معروفة ونحن كيمنين التاريخ بتحدث عننا وبطون الكتب بتشهد أن نحن من أسهم في نشر الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي وتحدينا كل معوقات لنقول أنا يمني أنا لا أعرف كيف ممكن نحل مشكلتنا ونعود استقرارنا وأمننا ونقول للقيادات بشكل عام خافوا الله وحدوا رؤيتكم وحدوا صفوفكم وحدوا كلمتكم لأنه ده كل اللي تعملوا عشان إيش عشان مكاسب عشان غنائم نحن رفضين كل هذه الأشياء خدوا كل شيء بس عدوا لنا الوطن عدوا لنا أمن استقرار اليمن اليمن جميلة اليمن ناس كلها بتتكلم عن ناح واليمن ناس فيها لهم تاريخ ولهم أمجاد أروى بنت أحمد وبالقيس هم نساء اليمن الذي الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم ذكر الملكة بلقيس ملكة سبا فنحن اللي ذكرنا في التاريخ ولنا بصمات مع محمد رسول الله في نشر الرسالة الإسلامية ياسر بن عمار ووضح اليمن وسهيل يماني وغيره 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 من الشخصيات هؤلاء فين راحت رسالتهم فين الإسلام فين الخشوع فين اللي نعمله نحن أمام الإسلام فين الإنسان اليمني الحقيقي اللي عايش في القرن الماضي بكل قيمة ولكن رغم التخلف ورغم ما فيش الحضارة اللي موجودة في الوقت الحالي لكن بطون الكتب تشهد لحضارة اليمن وتاريخ هؤلاء الناس الكبار في السن والمسنين أنا أريد أن أسمع الداعية في اليمن أريد أن أسمع المساجد أريد أن أسمع النوادي الاتحادات الإبداعية هؤلاء أصحاب الفكر لازم يقولوا صحيح أنه يتعرضوا للأشياء صعبة جدا الدعوات إلى السلام تخلو من المنابر اليوم كل المنابر الآن تدعو لأنه يقتلوا الخطباء يقتلوا الخطباء المساجد يقتلوا في الشارع وهو خارج من جن بيته وداخل وخارج من المسجد من ده اللي بيستعد يضحي أكثر من المضاحة ومقدم نفس الحكاية المبدعين وصحاب الفكر وصحاب الأغنية مرفوضين لأنه قال كلمة حق أو قال كلمة صدقة أو أنتقد موقف هذا الواقع لازم لما نحن عندنا أخطاء من حقنا أن نشوف المرآة اللي قدامنا عشان تعكس واقع حياتنا واقع ألمنا وأحزاننا عشان نرتقي لمستوى الرسالة ونعرف عيوبنا نحن خطاءون والله سبحانه وتعالى وفقنا في أشياء كثيرة في المعالجة وعطانا هناك كثير من الأحاديث وكثير من السورة القيمة التي الواحد يرجع لها في الدين والإسلام مشان يتأكد أنه عليه هذا الطريق الصح هذا طريق الإسلام الحقيقي مش نحن الأفكار اللي نسيقينها من الخارج واللي نتزم فيها مقابل مكاسب دولارات أو دراهم أو ريالات أو دنانير كفا كفا نعم الجيل التسعيني أستاذة نجيبة الذي نشأ في بيئة لا يعرف فيها تقسيما ولا يقرأ فيها تقسيمات جغرافية كان يرى ابن عدن شقيقا له ويرى ابن حضرموت ويرى من هم هناك ابن صنعاء شقيقا له اليوم عندما يلقى على مسمعه تلك الدعوات الداعية إلى الانفصال وإلى هذه الفوارق إلى أي مدى تشكل هوة سحيقة بين المجتمع اليمني وتؤثر أيضا سلبا على ثقافة الطفل في ظل واقع مليئ بصراحة صعبة هي التمزق والانشقاق والرؤى المختلفة صعبة جدا جدا بس هم محقين لما يتعايشوا معامل واقع محقين أنه الإنسان يكون سائر في الشارع أو في موقع معين وفقا يقتل السؤال ليش يقتل؟ إيش اللي عمل؟ إيش الحساب؟ إيش الدم؟ فأصبح الإنسان مش عارف فين يستقر وفين يوقف؟ هل يوقف في عدن أم في صنعاء؟ هل يزوج بناته بالفعل؟ لكن هذا الشيء كان في سنة التسعينات موجود ما فيش حق يسمي صنعاء وعدن وتعزوا الحديدة كان فيه مجتمع اسمه اليمن المجتمع اليمني وسيظل إن شاء الله اللي كان دائما ناس تتكلم عنه بمقد و بتاريخ و بقوة و بحب وهو يعني شعب مفتوح رغم بساطته و رغم تقافته للأمة العربية والإسلامية بدون أي تحفظ أيضا للعالم بشكل كانت كل الدول العالمة موجودة داخلت اليمن وكل من هب ودب موجود في اليمن والناس كانت تتعامل بقيم وأخلاق وسلوك وارتقاء بمفاهيم الإنسانية كإنسان ما كانش فيه حق يسمي صنعاء ولا عدن ولا حضر موت ولا تعز لكن الآن خلقت هذه الأشياء متعمدة علشان الإنسان يمزق قسمه يجعل اليد في مهقاعه والرأس في موقع هذه هي حقيقة السياسة مبرمجة بناء على مخطط جهنمي خارجي ما هيش هذه عادة ولا طبيعة اليمن أبدا ولا شعب اليمن من يتحمد المسؤولية والوزر برأيك؟ كل من يتعاطف وكل من تغر الدنيا الغرورة بأنه يستلم مبالغ عشان يقتل أخيه وعشان يمزق بلاده وطبعا المنظمات الدولية التي نسمع أنها هي أكثر جهة مسؤولة عن تمزيق اليمن وعن ما يعانيها اليمن لأنها شعارات بدون تنفيذ وبروغندا للإعلام بشكل عام واحد قابلتين عربات في المساعدات الغدائية عشرين قناة تتكلم عن مساعدات غنائية لا تتقاوز المليون غدائية يعني هذه الأشياء كلها مقرد اجتماعات وبرامج ولقاءات والدعم ده كله غير صحيح وغير منطقي الحقيقة ووقت الموقف الحقيقي ما هماش أصحاب القرار اللي ممكن يصدروا القرار وبالفعل يقعلوا كل جهة ملتزمة بتنفيذ القرار نعم أشارتي أستاذ نجيبا قبل قليل إلى مسألة مهمة جدا هي الذكرى التاسعة والعشرون لقيام الوحدة اليمنية المباركة ونحن نحتفي تحديدا بعد يومين بهذه الذكرى الطيبة والعطرة وكنا نتحدث عن المرأة والطفل أيضا بمقارنة وبصفتك أنت رائدة لهذا المجال كأم وأيضا كمربيات أطفال كيف تقرأين واقع المرأة والطفل قبل وبعد الوحدة كونك من المخضرمين المعاصرين للمرحلتين حقيقة في أثناء الوحدة كان في إنجازات عظيمة للمرأة وكانت المرأة حاضرة في كل المواقع وكانت المرأة موجودة في الخطاب السياسي الدولي موجودة في القرار السياسي موجودة في الحقيبة الدبلوماسية موجودة في كل مكان وظهرت على الصحة اليمنية كثير من الإنجازات العظيمة التي تحققت للمرأة بدعم من السلطة والحكومة والدولة وهذا أعكس على واقع الطفل لأن المرأة تتحمل قز من واقع النهوض بالطفولة ابتداء بالأسرة فكان في رؤية مفرحة ورؤية متفائلة وفي أمل في قضايا المرأة والطفل بحكم أنني كنت وكيلة وزارة التقافة وأيضاً ناشطة في قضايا طفولة بنسبة كبيرة جداً جداً في برامج وفي فعاليات سواء كانت برامج داخلية أو خارجية على مستوى العالمي والعربي كان هناك في حضور وكان في رؤى وطموحات أيضاً في معالجات بعض القضايا التغيير لن يكون بشكل دائري بمعدل مئة بالمئة ولكن كان في وصول إلى رؤية واستراتيجية ومخطط وبرامج ودعم أيضاً وتفاؤل ولكن للأسف هذه كل الأمور مع الحرب انتهت ويبقى الطفل والمرأة في كثير للحيان في فوهة البندق فحتى الآن طالما الدولة لن تستقر وطالما الأوضاع في أوليات لأشياء مهمة جداً تجد أن الدولة مشغولة فيها في وضع الاستقرار والأمر داخل البلد دي أعتقد أهم قضايا لأنها بتشمل الأم والطفل إذا وجدت في اليمن لكن حتى اللحظة دي إذا أمس كان أول أمس تفقيرات وما زالت التفقيرات ماشية والاغتيالات ماشية والقتل ماشي والسجون ماشي أي نوع من الاستقرار وأي نوع من قضايا تستعالك سواء كان للمرأة أو الرجل أو الطفل بدون استثناء أصبح الكل مستهدف طبعاً الكل مستهدف والكل يعاني والكل يسأل ليش هذا حاصل نشتي نعرف ليش حاصل ما هم أولادنا كلهم ما فيش حد غريب مننا أين يكمل دور المرأة في مثل هكذا ظروف معاصرة وهل بإمكانها أن تؤثر في حال ما إذا كان لها دور يذكر؟ أنا حتى مبارح كنت تقرأ عن محافظة الضالع وكيف المرأة كان لها دور كبير جداً ومساعدة في الحداثة الأخيرة الحرب اللي دائرة في الضالع كيف كانت المرأة هي الأم والزوجة والأخت والمورضة والطباخة اللي بتقدم الرغيف وتقدم الوكبات وبتعطي وبتساعد هذا الدور العظيم اللي تكون فيه بالمرأة يد تبني ويد دافع اليد اللي تبني هي يد المرأة في هذه الظروف لأنه عندما تهتم بالأطفال وتهتم بالبيت وبالأسرة الأب يستقر ويدهاب للدفاع وعندما تذهب للأب مع أصدقائه مع زملائه من الجنود مع شبابنا الذين يقاتلون في مثل هذه البرامج وهي حاملة سلة الغداء لتعطي للجميع هنا الأمة الدور العظيم اللي ممكن يعني ربما في هذه اللحظات نحتاج إلى شرفة ماء يتمنى واحد من المسلحين أو واحد من المجاهدين أو واحد من الشباب متواجدين على الخطوط الحمراء كل هذه الرسالة تحملها المرأة باعتزاز كبير جدا وبفخر وليس جديد على المرأة اليمنية سواء كان في صنعاء أو في حدنة في أي موقع فهي موجودة تخبز وتقدم وتعالج وتغسل وتحافظ وتبني وتعمل فالمرأة اليمنية عظيمة عظيمة بكل مواقفها المرأة اليمنية في كل التحديات تصل الآن ما هم الآن عدد من العالمات الكبار جدا على الساحة العالمية نجدهم وأمثالهم مناهل عبد الرحمة التابت وغيرهم من فتياتنا التي نعتز ونفتخر وهم يمثل اليمن ودائما بإصرار شديد جدا تقول أنا يمنية وأنا متأكدة أن هويتي يمنية وفي هناك عدد من النساء حاولوا أن ياخدوا هويتهم اللي يستبدلوا بعد هويات عربية ولكن رفضت بحبها وإيمانها ما هم نفس الحكاية بلقيس أحمد فتحي عندما تغني وعندما تقدم لها عدد من اللقاءات في القنوات الفضائية تقول أنا بلقيس أحمد فتحي اليمنية وغير وغير من فتياتنا التي يشرفون بصراحة كثير من النساء أنا لا أتذكر الآن خاصة أن الدنيا سيام وكذا ففي احتزاز كبير للمرأة اليمنية ولما تقدمهم من تحديات وعطاة أنا شفت ببرامج في القاهرة عدد كبير من البرامج مشاركين في مسابقات وعدد من النساء اليمنية حصلنا على امتيازه على تقدير كبير جدا وحصلت على الدرجة الأولى بنجاح جميل نعم الزميل الأشرافي يتحدث إلي أستاذة نجيبة بصفتك أيضا إعلامية ومثقفة ولا أغفل هذا الجانب وأريد أن أسترع اهتمام مشاهدة الكريم بأنه كان بودي أن أستعرض جزءا من حياة الأستاذة نجيبة حداد الحافلة بالعطاء وعندما قرأت السيفي حاولت أن أتصبح الورقة تلو الأخرى ووجدت أن الوقت أضيق من أن يتسع لسرد مسيرة حافلة بمسيرة رائعة ومسيرة الضوء للأستاذة نجيبة حداد في المحور الأخير من حلقتنا هذه أستاذة الكريمة الإعلام العربي ورسالته هل تقرأين وأنت تشاهدينه بأنه يوجه رسالة إيجابية للمرأة والطفل تحديدا أم أنه منشغلون ومنهمكم بصراعات أخرى حقيقة للأسف كيف تقيم دوره أيضا الإعلام العربي غاب كثير عن قضايا مجتمعية وقضايا إنسانية وأخذ القانب اللي فيه المكاسب الفردية والمكاسب الحزبية وطغط هذه الأشياء على قضية الإنسان سواء كان مرأة أو الطفل أو كان راجل وغاب رسالة البرامج الخاصة بالمرأة أو الطفل عن خاطر برامج التلفزيون في قنوات كثيرة جدا جدا أصبحت القضايا طاغية في أحداث سياسية وفي صراعات أحزاب ووقعات تظار مختلفة وشغلات بعيدة كل البعد عن واقع الإنسان المسلم العربي في كل دولة عربية أعتب على القنوات الإعلامية بشكل عام بأنه هذا الغياب وهذا التهميش لقضايا المرأة والطفل والبحث عن مكاسب ذاتية وعن القيادات والأمراء والسلاطين والمكاسب والمديح والمجاملات والنفاق التي ضيعنا وضيع هويتنا العربية الإسلامية وضيع أيضا كثير من المفاهيم لأمتنا العربية الإسلامية بدون استثناء وخاصة الأسرة العربية الإسلامية جميل هذا عندما نتحدث عن القنوات بشقيها الخاص والقطاع الحكومي لكن عندما نتحدث عن القنوات الخاصة بالأطفال هل تؤدي دورها على أكمل وجه أم أنها تسهم بشكل مغير هي في قنوات على الأقل الآن تجعلك تبتسم يعني أنا مشيش أذكر أسمائها علشان ما اعتبروش من الدعاية ولكن أنا أحمل لها كل التقدير وكل الاحترام لصمودها لأنك أنت عارفش معنات رسالة الإعلام وإمكانيات توفير برامج للإعلام هناك قنوات موجودة على القنوات الفضائية راقية جدا بتحمل رسالة بتحمل قيم بتحمل مفاهيم لكن وحدها بدون ما يكون فيه صنع قرار من الدولة لن تستطيع أن تقدم الرسالة وأن تصل الرسالة إلى هدافها المرقوب وبالمقابل يجب علينا أن نقوم بدعمها وأن لا نتحمل على بعض في القنوات وأن لا نعمل قوانب تنافسية أنه من الذي يقدم أفضل لا بالعكس الأفضل في المادة والرسالة والمستلقي والإفادة وما يترتب عليه من معالجات إنسانية موجودة في البيت العربي الإسلامي ماما نجيبة حداد عندما نتحدث عن هذا الاسم الجميل مشاهدين الأعزاء تأخذنا ذاكرة بعيدا إلى نادي الأطفال في الثمانينات وعندما نتحدث عن بابا عبد الرحمن المطهر الله يرحمه الله يرحمه وهو أول مؤسس لصحيفة المجلة الهدهد التي كانت تعني بالأطفال بالضبط أنا أذكر لموقف للراحل الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن المطهر كنا ذاك اليوم مدعوين للشارقة في برنامج لقاء الأطفال وشغلات فحاول يبتح عن إمكانيات لدهبوا للشارقة وأنا كنت معه فتصور في ديك اللحظة أنقلقت الأبواب أمامه كله ولم يستطيع حصول على التذكيرات سفر إلى الشارقة وقام ببيع بقرته وأنت تعرف إيش معنات البقرة وهذه حقيقة يعني فيقول لي تصوري ماما نقيبة عشان أنا أروح أحضر مهرجان الشارقة ولقاء الشارقة بعت بقرتي وخذت فيها تذكيرات فطبيعي جدا عندما عرف حاكم الشارقة الشيخ محمد بن سلطان محمد القسمي الكلام ده حقيقة تألم للموقف وقال له أنا يشرفنا أن أنا عيد لك بقرتك وضروري أنه يكون بيننا الدكرة من خلال شراء بقرة جديدة لما تحمله البقرة من معاني في حياة الأستاذ عبد الرحمن مطهر الله يرحمه برد على الترابة وكثير من المشاكل التي تعرض لها المبدعين لأنه كمان عمل أول صحيفة في اليمن في مدينة صنعاء كانت مقلة الهدهد وأنا عملت صحيفة الطفولة في مدينة عدن وطبعا تعترت كثير لأنه كنت أخذت نفقات زواج ابني وأصدرت المقلة بقهداتي عملت أربع عداد وبعد كده تعترت في حرب أربعة وتسعين وتوقفت نعم عندما تحدث إذا كانت ثمة محاولات لإنتاج مثل هكذا صحيفة أو مجهود بالأطفال لكن دائما من يقوم بمثل هكذا محاولة يقرأ المردود المادي وتثبت لا ما فيش مردود مادي خاصة في برامج الأطفال في الفترة السابقة الحقيقة ما كانش فيه إيمان بقضايا الطفولة كتير ناس قلة قليلة من المبدعين المفكرين والفنانين والمسرحيين ومثلين بيهتموا بقضية الطفل لكن هناك عشق الناس مغرمين زي الأستاذ عبد الرحمن طاهر زي شكيب قمان زي ماما نقي بحداد زي عدد عبد الكريم الضحاك عدد كبير من الناس البسطاء اللي ما عندهم استعداد يتسولوا في سبيل قضية للطفل كانوا يخدم من حقوقهم ليقدم وعطاء متميز والتكريم لن يأتي من الحكومة لن يأتي من الأشخاص يأتي من أرحم الرحمين لأن الحكومة كانت مشغولة في كثير من البرامج السياسية والصراعات والخلافات ولكن الله سبحانه وتعالى موجود في سماوه علشان يكرم كل إنسان بعمله أنا أعتبر تكريمي في حصولي على الدكتورة الفخرية تكريم كبير من الله سبحانه وتعالى وهي من مروتانيا وأيضا كان تكريمي في مصر العربية بكل فخر واعتزاز في الثامن من مارس 2019 كان من عدد من المنظمات الدولية العربية اللي متواجدة تم تكريمي لنشاطي وتقديمي عطاء للعمل الإبداعي التطوبي فهذا التكريم أغلى من كل كنز الدنيا أنت تستحقين أكثر نعم من الله وعشان كده أنا مصرّة أنه ما قدمش للكبار كثير ولكن قدم للأطفال أكثر بإذن الله ونحن أطفالك كباراً وصغاراً أنت كبرتوا عرفتوا الطريق لكن في أطفال صغار عادهم محتاجين نوجيهم ما هو الطريق بإذن الله الله بساعدني بساعدك بساعد القائمين على القنوات العلامية أن يقدموا برامج توقيية وتتقيفية وتوعوية في خارطة برامجهم في القنوات الفضائية وهذه دعوة أيضاً منكم ورسالة وفي شهر رمضان المبارك وأي واحد بيكرم الطفل الله سبحانه وتعالى بيكرمه أترك لك كلمة أخيرة تريد أن أقولها في أي مجال وفي أي اتجاه للمشاهد الكريم في هذا اليوم الجميل وقبل يومين أيضاً من انطلاق شرارة الاحتفال والابتهاج بالذكرى التاسعة والعشرين لقيام الوحدة اليمنية المباركة طبيعي جداً في هذه اللحظات تطهالت عندي كثير من الموضوعات لأنني أحس بالولاة والانتماء للوطن الغالي لأقدم له التهنئة التهنئة بدموع الألم وبدموع القهر لما يعاني هذا الوطن الغالي العزيز اليمن السعيد ولكن أنا على يقين بأن شعبي يتحدى كل معوقات وسيفرح وسيغني وسيرقص والشباب أيضاً سيقدم عطاءات متميزة لتظل الذكرى غالية وعزيزة عليهم وخاصة نحن في شهر فضيل زي شهر رمضان كما أنني أتقدم بالتهنئة الطيبة لكل شعوب العالم بدون استثناء وأتمنى بإذن الله أن نسمع أخبار سارة وأخبار طيبة خلال قدوم ليلة القدر في 27 رمضان بأن الأمر الاستقرار يستتب على بلادنا وأيضاً على وطننا العربي وأن نحقق هذه الابتسامة الحقيقية لكل أسر عربية ولكل مواطن عربي وأن نتقاوز كل المحل التي نعيش فيها وأن ينعم علينا الله سبحانه وتعالى بالأمن والسلام والرخاء والاستقرار وأن يسعد شعوبنا وأن نتقدم خطوات إيجابية تجعل هذه السعادة في ذاكرتنا نتمنى ذلك ونحن سعداء جداً وأنت معنا أستاذتي القديرة وماما النجيبة الله يسلمك حداد وأنت تطلين عبر شاشة اليمن اليوم لكل أم محبيك ولكل أبنائك أنا سعيدة كذلك حتى ماما تقول لك ماما نجيبة طبعاً اعتز جداً والأم أجمل حاجة بحياتي بصراحة شكراً شكراً جزيلاً مشاهدي العزاء كنا في هذا اللقاء الرائع الجميل العذب الذي لا يمل الحديث الذي كان ذا شجول مع أستاذة ورائدة أدب الطفل اليمني ووكيل وزارة الثقافة الأسبق الأستاذة نجيبة حداد أو ماما نجيبة كما يحلو لها ذلك نتحدث عن الطفل اليمني وإيضاً المرأة اليمنية بمحددات ورؤوس أقلام لضيق الوقت ونتحدث أيضاً عن كل ما يعتري الطفولة اليمنية اليوم وكل ما يحيط بها من مشاكل هناك من يقول في ختام ذلك اللقاء عيد الأم هناك عنصرية أستاذة نجيبة عيد الأم ما فيش عيد أبي يعني لا بالعكس هي تحولت الحقيقة من عيد الأم لعيد الأسرة والسبب إنه الأب تأثر إنه الفرحة كلها للأم رغم إنه يوم واحد في السنة 21 مارس الأم بتعطي طول السنة 360 أو 66 يوم في السنة وي بتعطي اللي بيفقد المفتاح أمه فين المفتاح اللي بيفقد التغذية أمه إيش بتغدينا الزوجة حرمة فين الشميس فين التياب فين الملابس فين العطر فين مفاتيح البواءة الباب فين مفاتيح السيارة الأم بتعطي وبتنسى نفسها وبتنكر ذاتها في سبيل إسعاد أسرتها وهذا واجب مقدس ولهذا الله سبحانه وتعالى خص الأم في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال صحابي لرسول الله من أحق يا رسول الله في الصحابة قل له أمك قل له ثم من قل له أمك قل له ثم من قل له أمك فاستغرب الراجل والصحابي أنه ثلاث مرات يصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأم هي أقرب وحدة إلى كل حياة أسرتها وأهلها وناسها ففي النهاية يقول ثم أبيك الأب يضع الأب ولو مكانه ولو قداسيته وهو أيضا بس ما يفهم الطفل هكذا أو السيدة نجيبة لا الأم أمي 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 بعدين أبي خلاص تركبه برضو لازم الأم تقول لنا الأب خارج يشتغل في الشارع وخارج يوفر حياة كريمة وخارج عشان محتاجش حقا وخارج عشان ميتمناش والأب كذا يعني الأم لها دور كبير جدا 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 وأيضا برامج الإعلام ووسائل الإعلام والآن موجودة الحمد لله في عدد مطبعات الطفل أن يتابعه في عدد من الدول العربية كثير من الحدوتات وكثير من الحكايات وكثير من القصص تتحدث عن قيمة الأب والأب لا يوجد له غناء أبدا كمان بحبه لأطفاله أيضا ولابد أن يعلم ذلك وشهد العزاء في ختم هذه الحلقة أنا لا بد أن أستحضر قصيدة جميلة لأب فارق أبنائه في منطقة ما ونشدهم بقصيدة جميلة أو تحدث عن ذلك بقصيدة جميلة ويقول أين الضجيج العذب والشغب أين التدارس شابه اللعب أين الطفولة في توقودها أين الدمى في الأرض والكتب أين التشاكس دون ما غرض أين التشاكي ما له سبب أين التباكي وتضاحك في وقت معا والحزن والطرب أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالسة والقرب مني حيث من قلبوا يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونجيهم بابا إذا اقتربوا بالأمس كانوا ملأ منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشيع الهم والتعب ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصبوا وبريقوا وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حرقتهم إذا غلبوا في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخبوا في النافذات زجاجها حطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا في علبة الحلوى التي نهبوا في الشطر من تفاحة قضموا في فضلة الماء التي سكبوا إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى السربوا بالأمس في قرنايل نزلوا واليوم قد ضمتهم حلبوا دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا حتى إذا صاروا وقد نزعوا من أضلع قلبا بهم يجبوا الفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهات ما كل البكى خور إني وبي عزم الرجال أبو مشاهدي العزاء أشكركم في ختام هذه الحلقة وأشكر ضيفتي العزيزة وأستاذتي القديرة مرة أخرى نجيب حباد وكيل الله يبارك فيك الله يبارك فيك وأنا سعيدة بتواجدي معكم سعيدة بطرح قضايا الطفولة والتطرق لكثير الموضوعات الخاصة بالطفل شكرا لكم أشكركم مشاهدينا العزاء أنتم مرة أخرى وبتأكيد سوف تكون لنا لقاءات أخرى نحظى بها مع أمنا جميعا ماما نجيب أحداد وشكرا لكم أنتم أيضا على حسن الغساء الأسرائي والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة